أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين فأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تقاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها لم يأتكم نظير قالوا بلى قد جانا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسق رزقه بل أجو في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما أدعو قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلقني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذمال وبنين إذا تطلع عليه أماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذمال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مشبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مشبحين أن يغدوا على حرسكم إن كنتم شارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقلكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عَسَى رَبْنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ عَسَى رَبْنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ عَذَلِكَ الْعَذَابِ وَالْعَذَابُ وَالْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عند ربهم جنات النعيم أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْ لَكُمْ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَوْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُقْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطْلِعُونَ خواشعةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي 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 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَاستَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِهِ مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَغْرَمٍ مُذْقَرُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَأَصْفِرْ لِهُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُمْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَا وَهُوَ مَقْزُومُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَقَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَزْمُومُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الَّذِكْرَ وَيَكُولُونَ إِنَّهُ لَمَجِنُونَ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر كذبت ثمود وعادوا من القارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعلها تذكرة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغوا الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والمق على أرجائها فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية فلم أدر إني إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أصفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسكوه وإنه لتذكرة إنه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل تنزيل ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنه يرونه بعيدا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنه يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كالله إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصطقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملقت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطَمَعُ كُلْ أُمْرِئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَوْ تَقَوَّلَ فَلَوْ تَقَوَّلَ فَلَا أُقْسِمُ فَلَا أُقْسِمُ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ما تروا في خلق الرحمن ألم تروا ألم تروا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ لِنَا الْأَرْضِ نَبَتَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا وَأُولَاهُ جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطَا لِتَسْلُقُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَا وَالَنُوْحُ الْرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا قَالَ نُوْحُ الْرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا فَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوْسَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا فَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَوْدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحُ الْرَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ يُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَا دَخْلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة صرصا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لما سمعنا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فقانوا لجهنم حطبا فأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يؤرط عن ذكر ربه يسلقه عذابا صعدا لنفتنهم فيه ومن يؤرط عن ذكر ربه يسلقه عذابا صعدا فأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وإنما العلم أحدا وإنما أدعو ربي ولا أشك بربه وإنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا وإنما أدعو ربي ولا أشك به أحدا وإني أملك لكم وإني اللعني أملك لكم ضراً ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله يحد ولن أجد من دونه ملتحد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد إلا بلاغ من الله ورسالته فمن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وقل عددا قل إن أدري يقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يزك من بين يديه ومن خلفه رشدا يعلم أن قد أبله رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهِ وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِي أَسَدْتُ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا قَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَقِيلًا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا إِنَّهَا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ فَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَاهِلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَاهِلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجْحِيمًا فَطْعَامًا ذَا خُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ أَجَرًا وَالْمُكَالًا فَطْعَامًا ذَا خُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَ تِلْجِبَالُ إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا شاهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا نَامُوا أَخْذَنَاهُ أَخْذَهُ وَبِلَّا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَنَاهُ أَخْذَهُ وَبِلَا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُوا الْهِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولًا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّكَ إِا تَذَرْهُ إِنَّكَ إِا تَذَرْهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَكُومُ أَدَنَى مِنْ سُرُسَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُرُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكْ والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَنْ لَمْ تُحْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنَ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَقْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَهُونَ مِنْ فَضِلَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْتَهُونَ فَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرُ مِنْهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَرِدُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَتَجِدُوهُ عِنْدَ أَوْلَاهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْضَمَ أَجِرًا واستغفروا الله إن أولاها غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُتَّسِّرِ قُمْ فَأَنْذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ والرجس فهجر ولا تمن تستقصر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناخور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستقبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرعك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فثنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والسبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلقكم في سقر قالوا لم نكن من المصرين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مؤرضين كأنهم حمر مستوفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بلا يخافون الآخرة وجوهي كلا بلا يخافون الآخرة كلا بلا يخافون الآخرة كلا إذا بلغت كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل وين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتثرون الآخرة وجوه يومئذ باصرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا شتق ولا شلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمضى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من التهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واصيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تزليلا ويطوف عليهم بآنية من فطة وأكواب كانت قاريرا قاريرا من فطة قدروها تقديرا ويطاف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وموكا كبيرا عليهم ثياب صندص فطر واستبرق وحلوا وساورا من فطة فسقاهم ربهم شرابا طهورا عليهم ثياب صندص فطر وحلوا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وموكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحل وساور من فضة فسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نخاف من رب إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لهكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاتلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ويطوف إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه ثبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجحيل نصفت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما يوم الفصل وإذا يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من الذهب إنها ترمي بشرر كالقصة كأنه جمالة سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ولا يؤذن لهم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين قل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا أم بما كنتم تعلمون قلوا أشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون قلوا تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعوا لا يرقعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ترجمة نانسي قنقر